بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ إن شاء الله في قراءة كتاب صناعة الجوع خرافة الندرة تأليف فرانسيس مورلا بيه وجوزيف كولينز ترجمة أحمد حسان الباب الأول رعب الندرة أولا بشر أكثر مما يجب وأرض أقل مما يجب إن تشخيص الجوع بأنه نتيجة لندرة الغداء والأرض هو لوم للطبيعة على مشكلات من صنع البشر ففي العالم يوجد على الأقل خمسمائة مليون من البشر سيئة التغذية أو الجائعين هذا الجوع يوجد في مواجهة الوفرة وهنا تكمن الإهانة ومن الطرق التي يمكن بها إثبات أن ندرة الأرض والغداء ليست هي السبب الحقيقي للجوع توضيح أنه لا توجد ندرة في أي منهما والطريقة الثانية هي شرح ما يسبب الجوع فعلا وفي هذا الكتاب سنحاول أن نفعل الشيئين والأقوى بالقياس عالميا يوجد الآن ما يكفي من الغداء لكل فرد فالعالم ينتج كل يوم رطلين من الحبوب أي أكثر من ثلاثة آلاف سعر حراري وبروتين وثير لكل رجل ومرأة وطفل على الأرض وهذا التقدير لثلاثة آلاف من السعرات وهي أكثر مما يستهلكه شخص من أوروبا الغربية لا يتضمن الأطعمة المغدية الأخرى العديدة التي يأكلها الناس البقول والجوز والفواكه والخضروات ومحاصيل الجذور ولحم الحيوانات التي تتغدى بالأعشاب وهكذا وعلى مستوى العالم فليس هناك أساس لفكرة أنه لا يوجد من الغداء ما يكفي الجميع لكن الأرقام العالمية لا تعني سوى القليل إلا فيما يتعلق بضحض المفهوم الشائع القائل بأننا قد بلغنا حدود طاقة الأرض والمهم هو ما إذا كانت توجد موارد كافية لإنتاج الغداء في البلدان التي يجوع فيها العديدون وقد وجدنا أن الموارد موجودة لكنها تعاني دائما من قلة الاستخدام أو من سوء الاستخدام مما يخلق الجوع للكثيرين والتخمة للقلة كيف يمكننا قياس هذه الإمكانية التي لم تستغل؟ إحدى الطرق هي ملاحظة الفروق بين الإنتاج الحالي والإنتاج الممكن وطبقا لللجنة الرئاسية بالولايات المتحدة في أواخر الستينات ولدراسات علماء جامعة ولاية آيوة مؤخرا لا يزرع الآن سوى نحو 44% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم وفي كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية لا يزرع سوى أقل من 25% من الأراضي التي يمكن زراعتها ويمكن لمحاصيل الحبوب في الدول النامية أن تفوق الضعف قبل أن تصل إلى متوسط البحصول في الدول الصناعية وليس هناك من سبب فيزيائي يحول دون أن يفوق إنتاج الفدان في معظم البلدان النامية الإنتاج في الدول الصناعية وفي عديد من البلدان النامية يمكن للأرض أن تقدم الآن محصولا واحدا في السنة أن تقدم محصولين أو حتى أكثر والعقبات أمام تحرير هذه الطاقة الإنتاجية ليست في معظم الحالات فيزيائية بل اجتماعية فحيثما كان هناك سيطرة غير عادلة وغير ديمقراطية على الموارد الإنتاجية فإن تطورها يعاق ففي معظم البلدان التي يجوع فيها الناس يسيطر كبار الملاك على معظم الأرض وقد أظهرت دراسة عن 83 بلدا أن ما يزيد قليلا عن 3% من كل ملاك الأرض أي أولئك الذين يملكون 114 فدانا أو أكثر يسيطرون على نحو 79% من كل الأرض المزروعة لكن هؤلاء الملاك الكبار هم الأقل إنتاجية وتكشف الدراسات في بلاد تبدو مختلفة أن الملاك الكبار يجنون دائما محصولا للفدان أقل من أصغر المزارعين كما سنفصل فيما بعد في الفصل الخامس عشر وأكثر من ذلك فالعديد ممن يحوزون كميات كبيرة من الأرض من أجل المكانة أو باعتبارها استثمارا وليس كمصدر للغداء يترقون مساحات كبيرة دون زراعة فقد وجدت دراسة عن كولومبيا في عام 1960 على سبيل المثال تقول أن أكبر الملاك الذين يسيطرون على 70% من الأراضي لم يزرع سوى 6% من أراضيهم فالأرض التي تحتكرها قلة تعاني حتما من قلة الاستخدام وبالإضافة إلى ذلك فإن الثروة الناتجة لا يعاد استثمارها في التنمية الريفية بل أنها تمتص في استهلاك ترفي أو تستثمر في صناعات تناسب أذواق الميسورين الحضريين أو الأجانب يضاف إلى ذلك أن الإنتاجية المنخفضة تنتج من الظلم الاجتماعي الذي يعرقل تحسين الزراعة من جانب المزارعين الصغار الفقراء فالملاك الأكبر والأقوى نفوذا يحتكرون الانتفاع من خدمات الإرشاد الزراعي والأسواق والقروض غير الربوية أي التسليف الزراعي التي ربما كانت أشد الأمور أهمية فمقرضو النقود يتقادون من الفقراء عادة فوائد تتراوح بين 50 إلى 200% ودون ملكية فردية أو مشتركة للأرض كيف يمكن للمستأجر والزارع بالمحاصة والعامل المعدم أن يجد الدافع أو الإمكانية للحفاظ على الأرض وتحسينها من أجل محصول أفضل إنهم يدركون أن أي تحسين سوف يذهب في مجمله لصالح المالك وليس لهم وأخيرا فالتعاون هو أهم العناصر في التنمية وسوف نناقش هذه النقطة بأمثلة من بنغلاديش انظر الفصل الثاني عشر فمن أجل بناء وصيانة شبكات الري والصرف على سبيل المثال من الضروري أن يعمل الجميع في القرية معا ليكونوا مؤثرين ونفس الشيء ينطبق على مقاومة الآثات لكن التعاون لا يكون واردا حيث توجد ملكية شديدة التفاوت للأرض وغيرها من الموارد الإنتاجية فكبار الملاك لا يريدون أن يتقدم جيرانهم الفقراء لأن هذا معناه أن يكون الفقراء أقل قابلية للاستغلال من جانبهم وعند قياس الإمكانية غير المستغلة للأرض لإطعام أولئك الذين هم الآن جائعون لا ينبغي أن نكتفي بتقدير الإمكانية المستخدمة على نحو أقل مما يجب كما فعلنا لتونا بل ينبغي أن نقدر أيضا سوء استخدام الموارد وموارد إنتاج الغداء يساء استخدامها عندما تتحول كما يجري بصورة متزايدة عن تلبية احتياجات الغداء الأساسية إلى إشباع من أكلوا فعلا فرغم أن أغلبية سكان بلد من البلدان قد تكون بحاجة ماسة إلى الغداء فإنهم مدام لا يملكون من النقود ما يكفي لجعل هذه الحاجة محسوسة في السوق فإن الموارد الزراعية ستتحول إلى خدمة أولئك الذين يمكنهم أن يدفعوا أي الطبقات العليا المحلية والأسواق الخارجية التي تدفع ثمنا مرتفعا ومن ثم تتسع محاصيل الترفيه بينما يجري إهمال المحاصيل الغدائية ففي أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي حيث تبلغ نسبة الأطفال سيئية التغذية ثمانون بالمئة في بعض البلدان يخص نحو نصف الأراضي الزراعية ودائما أفضل الأراضي لإنتاج المحاصيل والماشية من أجل نخبة محلية وللتصدير بدلا من إنتاج الغداء الأساسي للشعب وفي عام 1973 قامت ست وثلاثون دولة من بين أفقر دول العالم الأربعين تلك التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها الدول الأشد تضررا من تضخم أسعار الغداء العالمي بتصدير سلع زراعية إلى الولايات المتحدة وهذا النمط في توجيه موارد إنتاج الغداء إلى حسني التغذية فعلا يستمر حتى في وجه المجاعة ففي الواقع ازدادت الصادرات الزراعية من بلدان الساحل الأفريقي إلى أوروبا خلال أواخر الستينات وأوائل السبعينات في مواجهة الجفاف المتفاقم والجوع المنتشر وخلال الجفاف في مالي زيدت المساحة المزروعة بمحصولي التصدير الأكثر أهمية وهما الفول السوداني والقطن بحوالي 50% وما يزيد على 100% على الرتيب في الفترة من 1965 إلى 1972 وهناك كثير من المحاصيل التي كانت تعد محاصيل أساسية لكنها أصبحت تستخدم باعتبارها محاصيل ترفيه أو محاصيل تصدير فالذرة والذرة الصفراء والخضراوات والمانيهوت والأرزو أصبحت تزرع بصورة متزايدة للتصدير ولتسمين الماشية للتصدير وللنخبة المحلية ففي المكسيك تستهلك الماشية من الغلال الأساسية أكثر مما يستهلك فلاحو البلاد وفي البرازيل نجد أن الذرة هي المحصول الأكثر انتشاراً ويزرع منها ربع إجمالي مساحة المحاصيل في البرازيل لكن في 1977 ذهب أكثر من ثلث هذا المحصول التقليدي إلى تسمين الماشية سواء في البرازيل أو في أوروبا وقد وسعت البرازيل وبراغواي بسرعة من المساحة المزروعة بفول السويا من خلال الاستثمارات الأجنبية أساساً إلا أن هذا الغداء الغني بالبروتين مخصص كله تقريباً للتصدير لتسمين الماشية ولنأخذ حالة المانيهوت ففي كثير من البلدان أصبح المانيهوت الملجأ الأخير أمام الفقراء لملء بطونهم لكن الشركات الأوروبية اكتشفت الآن طعام الفقراء هذا باعتباره علفاً رخيصاً للماشية الأوروبية وفي تايلاند تشتري النخبة الحضرية مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لزراعة المانيهوت ولما كانت الزراعة المستمرة تضعف التربة بسرعة تجعل من الضروري زراعة مساحة متزايدة باستمرار للحصول على نفس الانتاج فإن المانيهوت يحتل الآن ما يزيد على مليوني فدنان وصار بين يوم وليلة محصول التصدير الرئيسي لتايلاند وهكذا فحين تخضع طاقة الأرض الانتاجية الهائلة لقلة الاستخنام وحين يستنزف انتاجها بصورة متزايدة لإطعام حسني التغذية فعلاً لا يمكن اعتبار الندرة سبباً للجوع وعلى حين أن الجوع حقيقي فإن الندرة وهم وطوال صفحات كتابنا هذا الغداء أولاً نجد أن وهم الندرة هو نتاج للتفاوت الحاد في السيطرة على موارد انتاج الغداء مما يعوق تطورها ويشوه استخدامها لكن أليس صحيحاً أن أكثر البلدان كثافة سكانية هي كذلك أكثر البلدان جوعاً؟ لا تبين الدراسات في كل أنحاء العالم مثل هذا النصر فبعض الدول شديدت الكثافة السكانية لكل فدان لكن سكانها ينالون تغذية مناسبة ففرنسا لديها نحو نفس العدد من السكان لكل فدان مزروع مثل ما لدى الهند والصين حيث تم استئصال الجوع خلال ما يزيد عن 25 سنة لديها ضعف ما لدى الهند من سكان لكل فدان مزروع ومن ناحية أخرى فإن البلاد التي بها عدد قليل نسبياً من السكان لكل فدان مزروع هي عادة البلاد التي تكون فيها معظم الناس سيئئة تغذية ففي أفريقيا جنوب الصحراء الأفريقية وهي إحدى أسوأ مناطق المجاعات في العالم يوجد نحو فدانين ونصف من الأراضي المزروعة لكل إنسان أي أكثر مما في الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي ومن 6 إلى 8 أضعاف ما في الصين وهذا التقدير بالنسبة لأفريقيا ربما يمثل ما لا يزيد عن 12% من أراضي الإقليم الصالحة للزراعة وأكثر من ذلك فإن السكان في أجزاء عديدة من أضعاف ربما كانوا أقل كثافة مما كانوا عليه في القرن السادس عشر قبل تجارة العبيد بل قد ذهب بعض الاقتصاديين الأفارقة يقول أليس دولاً إفريقية معينة تعاني من قلة السكان بالنسبة لقوة العمل اللازمة للتنمية الزراعية وأمريكا اللاتينية مثل أضعاف لإفريقيا إقليم ذو كثافة سكانية إجمالية منخفضة فمع وجود 16% من أراضي العالم الصالحة للزراعة يوجد بها 6% من سكان العالم إلا أن بها نسبياً جوع أكثر مما في الهند والباكستان وبنغلاديش وهنا مرة أخرى لا توجد علاقة ظاهرية بين كمية الأرض الزراعية المتاحة لكل فرد وبين مدى انتشار الجوع وفي بلد مثل بوليفيا يمثل سوء التغذية الحاد حقيقة يومية لأغلب السكان لكن بوليفيا بها ما يفوق نصف الفدان من الأرض المزروعة لكل شخص وهو رقم أكبر بكثير من فرنسا كما أنه أليس بها إمكانية لزراعة أكثر من عشرة أفدن لكل شخص والمكسيك حيث يعاني أغلب السكان الريفيين من قلة التغذية بها من الأرض المزروعة لكل شخص أكثر مما بكوبا حيث لا يعاني أحد الآن تقريبا من سوء التغذية وبالطبع فإن هناك بلدان في أمريكا اللاتينية ذات كثافة سكانية مرتفعة نسبيا وجوع منتشر في نفس الوقت بلدان مثل هايتي وجمهورية الدومينيكان لكنها تمثل الاستثناء ورغم ذلك فإن بهايتي وجمهورية الدومينيكان أقل قليلا من الأرض المزروعة لكل شخص وموسم زراعة أطول بكثير من إيطاليا وهذا الحساب لا يتضمن حتى المساحة الإضافية الملحوظة في هايتي وجمهورية الدومينيكان التي يتفق كثير من المراقبين على أنها أراضي زراعية جيدة هذه الأراضي مصنفة رسميا على أنها مراع دائمة لأن المالكين اختاروا ببساطة أن يرعوا الماشية فيها طالما أليس الغداء شيء يباع ويشترى في مجتمع ذي فروق ضخمة في الدخل فإن درجة الجوع تنبئنا بشيء بصدد كثافة السكان هل بنغلاديش هي الاستثناء؟ بنغلاديش بالنسبة للكثيرين هي النموذج النمطي لبلد طغى تعداده السكاني ببساطة على موارده لإنتاج الغداء إذ يعيش ثمانون مليون من البشر في بلد بحجم إنجلترا وويلز ولهذا فحتى حين كانت دراساتنا لبلدان من مختلف أنحاء العالم تكشف لنا في حالة بعض الأخرى أن الحدود الفيزيائية المجردة ليست هي سبب الجوع اعتقدنا أن بنغلاديش قد تكون استثناء لكنها ليست كذلك فحتى في الوقت الحاضر بمواردها التي تعاني من قلة الاستخدام الفضيعة تنتج بنغلاديش من الغلال وحدها ما يكفي لتزويد كل فرد في البلاد بما لا يقل عن 2300 سعار حراري يوميا إلا أن أكثر من نصف العائلات في بنغلاديش طبقا لأرقام البنك الدولي تستهلك أقل من 1500 سعار حراري للفرد وهذا الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة ويعاني ثلثاء السكان من نقص البروتين والفيتامينات إذا كان ما ينتج كافيا فلماذا إذن لا يأكل الجياع في بنغلاديش؟ المفارقة أن الجياع يزرعون الكثير من أرز البلاد وفي وقت الحصاد حين تبلغ الأسعار أدنى حد لها يضطر الكثيرون لبيع كمية كبيرة مما ينتجونه بحيث لا يعودون يملكون ما يكفي لسد احتياجاتهم حتى الحصاد الثاني وهم مضطرون لعمل ذلك حتى يسددوا ما يدينون به بفائدة كبيرة للمرابين أي التجار الذين احتاج المزارعون إلى اقتراض الغداء منهم بأسعار أعلى بكثير قبل الحصاد والكثيرون من الواقعين في شارك هذه الحلقة المفرعة هم مزارعون مستأجرون عليهم أن يدفعوا ثمن التكاليف الزراعية ثم يعطوا ما يزيد على نصف حصادهم للمالك ولا عجب إذن أن صار العديد من الملاك مرابين تجارا إن تخزين المرابين التجار للغلال هو سبب أولى لذات الندرة التي يضاربون عليها والأجراء المعدمون المعتمدون على أجور ضئيلة عرضة للإيداء بوجه خاص وبالتحديد حين تحرمهم الفيضانات أو الجفاف من العمل تماما تقفز أسعار المضاربة على الغذاء نتيجة نشاط من يخزنون بنسبة ما بين 200 و500% وحين أدركنا هذه الحقائق لم ندهش حين علمنا أنه بينما كان عديدون يموتون جوعا بعد فيضانات عام 1974 كدس من يخزنون الغلال ما يقدر بنحو أربعة ملايين طن من الأرز لأن الأغلبية الصاحقة كانت أفقر من أن تشتريه ولا يقتصر الأمر على عدم وجود ندرة مشروعة الآن بل تملك بنغلاديش كذلك ما يتطلبه إنتاج غداء أكثر بكثير وفي ارتحالنا في أرجاء البلاد أدهشتنا خصوبتها المذهلة إذ لا تتمتع بنغلاديش بمناخ استوائي سخي فقط شمس ومياه وثيرين بل كذلك بتربة غرينية غنية وعاميقة يرصبها سنويا ثلاثة أنهار ضخمة بفروعها التي لا تحصى ولدى تقرير حجم إمكانيات بنغلاديش في إنتاج الغداء استنتج تقرير للكونغرس الأمريكي عام 1976 أن البلاد غنية بما يكفي من الأراضي الخصبة والماء والقوة العاملة والغاز الطبيعي للأسمدة لا لتصبح مكتفية بذاتها غدائيا فقط بل لتصبح كذلك مصدرا للغداء حتى مع حجم سكانها السريع المتزايد ما هي المشكلة إذن؟ إن التفاوت في السيطرة على موارد البلاد الإنتاجية يعوق إمكانياتها الغدائية إن إحدى المزايا الرئيسية في بنغلاديش مثلا هي الأمطار ما بين 100 و 300 بوصة سنويا لكن كلها تقريبا تسقط خلال موسم الإعصار الموسمي الذي يمتد ما بين 3 و 4 شهور الحل إذن هو التحكم في المياه وإلا وجدت أولا فيضانا ثم جفافا لكن ما هي الحوافز لدى الزارع بالمحاصة والأجراء الذين يفلحون 90% من الأرض لإقامة وصيانة قنوات وسدود للصرف والري حين تفيد هذه الاستثمارات ملاك الأراضي في المقام الأول كما يخشى صغار الملاك من أن يزيد أي تحسين للأرض من رغبة المالك الأكبر في الاستيلاء عليها إن الزراع بالمحاصة يدخل أي جهد إضافي لأي قطعة أرض صغيرة يمكن أن يملكها هو والعمال الأجراء يشغلون أنفسهم بأجورهم وليس بمحصول المالك ولما كان مالك الأرض يدفع أجر عملهم فإنه يستخدمه بتقتير علاوة على ذلك فإن المالك يغلب أن يكون متغيبا وربما كان ضابطا في الجيش أو موظفا حكوميا صغيرا يحيا ويستثمر في العقارات بالمدن أو حتى في الخارج وفي بنغلاديش أخبرونا مرارا أنه ليس من غير الشائع أن يخرب مالك الأرض الرأي وغيره من التحسينات لأنه ببساطة لا يريد لمستأجريه أن يزدهر ويصبح أقل تبعية ومن ثم فلا عجب في أن لا يزيد ما يروى عن نحو 5% من أراضي البلاد المزروعة بينما الري البسيط الذي لا يعود به الموسم الجاف جافا يعني مضاعفة القاعدة الغدائية للبلاد وفي معظم بنغلاديش يمكن أن ينتج محصول إضافي في كل عام من إعادة الإجراءات قبل الاستعمارية في جمع الأمطار الموسمية فقد كان حفر وصيانة البحيرات شائعا قبل عام 1973 حينما أقام البريطانيون الملكية الفردية للأرض واليوم لاحظنا بأسا في قرى كل أرجاء بنغلاديش كثيرا من البحيرات والقنوات التي يغمرها الطميو والتي لا تكاد تتسع للكثير من المياه وتلك لم تعد بحيرات القرية بل بحيرات خاصة إن العمل التعاوني على نطاق القرية مستحيل حين تملك أقل من 10% من العائلات الريفية 51% من الأرض المزروعة وحين يكون نصف العائلات محروما عمليا من الأرض فالفقراء يشعرون بأنهم مضطرون للتنافس أحدهم ضد الآخر لمجرد البقاء والمزارعون الصغار الفقراء يواجهون كبار الملاك الذين يخططون يوميا لزيادة إفقارهم حتى يستولوا على أرضهم وخلال مجاعة عام 1974 كان الملاك الأغنياء يقفون طوال الليل في طوابير أمام مكاتب تسجيل الأراضي ليشتروا الأراضي التي كان المزارعون الصغار الجوعة ضحية الرهونات يبيعونها كآخر ملاذ ولنأخذ كذلك في الاعتبار مصادر صيد الأسماك التي طبقا لأحد تقارير الفاو أي منظمة الأغذية والزراعة ربما كانت أغنى المصادر في العالم ففي الوقت الحالي يسيطر على معظم مياه الصيد ملاك متغيبون قانعون ببيع كمية صغيرة من الأسماك لقلة من المستهلكين الميسورين بأثمان مرتفعة فلماذا يستثمرون لتحسين وسائل الصيد إذا كانت الأرباح متضخمة فعلا والصيادون باعتبارهم مجرد أجراء لا يجدون معنى لتحسين مهاراتهم في الصيد أو مصادر الصيد فهم يعلمون أنهم هم أنفسهم لن يستفيدوا ويعاني الصيادون طبقا لتقرير سري للأمم المتحدة من استغلال قاس من جانب الملاك المتغيبين لأن المستهلكين من أهل المدن يدفعون ما يتراوح بين خمسمائة وستمائة في المائة مما يتقاضاه الصيادون وهي أسعار تبقي السمك كذلك بعيدا عن متناول الملايين وهكذا ففي بنغلاديش مثل ما في بلدان عديدة حيث يجعلوننا نفهم أنها فقيرة بصورة يائسة نجد أن التفاوت الحاد في السيطرة على الموارد الإنتاجية هو ما يجعل العمل التعاوني صعبا ويعوق الإنتاج ولهذا السبب يستنتج تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة في 1975 أن سياسة جذرية حقا في إعادة توزيع الأرض يمكن أن تزيد كلا من الإنتاج والعدالة وباستطاعة هياكل الزراعة التعاونية أن تتغلب على الخطر الذي يمكن أن يؤدي إليه إعادة توزيع الأرض وهو تفتيتها إلى وحدات تكون من الصغر بحيث لا يمكنها استخدام شبكات الري والصرف بكفاءة وبالمثل فإن الصيد التعاوني يمكن أن يقدم عملا لعشرات الآلاف من العائلات المعدمة ويمكن للسمك أن يصبح مصدرا ممتازا للبروتين للملايين من الفلاحين الذين سيكونون في ظل النظام الجديد منتجين بما يكفي لشرائه وتكون النتيجة إنتاجا أكبر لأن كل السكان الريفيين سيحسون للمرة الأولى أنهم بالعمل سويا سيمتلكون قوى الطبيعة وأنهم هم أنفسهم سيكونون المنتفعين وليس ملاك الأرض والمرابين وسيكون السكان الريفيون النشطاء صانعوا القرارات أفضل أساس للديمقراطية إن العقبات في طريق هذه التطورات البناءة ليست هي وجود حدود لا تتعداها طبيعة البلاد فالعقبة الرئيسية أمام تطور شعب بنغلاديش هي السلطة الراهنة لقلة تمنع الأغلبية بإدراك مصالحها المشتركة وقوة جهدها الموحد إن بنغلاديش ليست بأي حال حالة مجاعة ميؤوس منها الفصل الثاني هل البشر عقبة أم مورد؟ يعكس هذا السؤال معتقدات شائعة عديدة وجدنا أنها خرافات الخرافة الأولى الزراعة في البلدان المتخلفة متأخرة لأن في الريف بشرا أكثر مما يلزم للعمل بصورة منتجة إذا كان وجود عدد أكثر مما يجب من العمال لكل فدان يقف حقا في طريق إنتاج إذن ألا يكون في البلدان التي تتمتع بزراعة أكثر إنتاجية عدد من العمال لكل فدان أقل من جاراتها الأقل نجاحا لكن ماذا نجد؟ إن اليابان والتايوان وكلاهما يعتقد أنها ناجحة زراعيا بها من العمال الزراعيين لكل فدان أكثر من ضعف ما في الفليبين والهند وقيمة إنتاج الفدان في اليابان سبعة أضعاف قيمته في الفليبين وعشرة أضعاف قيمته في الهند ويبدو أن الاتجاه العام يبين في الحقيقة علاقة طردية بين عدد العمال في وحدة من الأرض ومستوى الناتج الزراعي وربما كان من الصعب علينا قبول ذلك لأننا تعلمنا النقيس الإنتاجية بالنسبة لقلة عدد البشر اللازمين لإنتاج الغداء هذا المعيار لا معنى له على الإطلاق في البلدان المتخلفة التي تملك موارد عمل بشرية هائلة وغير محدودة فالبلدان التي نراها شديدة الإزدحام سكانيا أي البلدان التي نفترض أنها لا تستطيع استخدام ولو فلاح واحد أكثر ليست بالضرورة مزدحمة بالسكان زراعيا وحين حاولت الصين زيادة الإنتاج باستخدام إمكانيات العمل البشرية بها وجدت أنها تستطيع بصورة مربحة أن تضاعف كمية العمل المبذول في الفدان ثلاثة أو أربع مرات وطبقا للبنك الدولي فإن بلدانا مثل الهند إذا استطاعت التوصل إلى مستوى كثافة العمل في اليابان عاملين لكل هكتار أي 2.5 فدان فإن زراعتها يمكن أن تستوعب كل قوة العمل المتوقعة حتى عام 1985 والاختلاف الهام بالطبع هو أن البلدان مثل اليابان والصين قد طورت زراعة كثيفة العمالة يمكنها من استخدام قوة العمل الإضافية بصورة منتجة بينما لم تفعل الهند والفليبين ذلك فمن الواضح أن التعداد الكبير للسكان الريفيين بعيد تماما عن كونه العائق الذي يعتقد دائما أنهم يمثلون الخرافة الثانية لما كانت الزراعة لا تستطيع استيعاب أي بشر أكثر فإن الفائد من المناطق الريفية لابد أن يذهب إلى المدن حيث لابد من خلق وظائف جديدة لهم في الصناعة كان هذا التحليل للمشكلة هو بالضبط ما شجع كل من إهمال الزراعة وتنشيط التصنيع من جانب مخططي التنمية في الخمسينات والستينات وكانت النتيجة الكثير من استمرار رؤوس الأموال ولكن القليل جدا من الوظائف الصناعية الجديدة لقد تناقصت النسبة المئوية لإجمالي العمال المستخدمة في البلاد المتخلفة بنسبة تتراوح من 8.5 إلى 7.6 من إجمال قوة العمال في الفترة ما بين 1900 و 1955 وهذا النمط صحيح حتى في بلدان مثل البرازيل التي وصفت بأنها معجزات للتنمية الصناعية وفي الهند من 1950 إلى 1964 زادت الحكومة رأس المال المستثمر في التصنيع الكبير 15 مرة لكن خلال نفس الفترة لم يزد عدد العمال المستخدمين في هذا التصنيع سوى بما يزيد قليلا عن الضعف وقد ضاعفت الشركات الأجنبية من أزمة الوظائف المزمنة باستخدامها لتقنيات توفير العمل المأخودة من بلدان تكاليف العمل فيها عالية وهناك 257 شركة متعددة الجنسية كانت موضع الدراسة في أمريكا اللاتينية تستخدم من الناس لكل وحدة مبيعات أقل من نصف العدد الذي تستخدمه الشركات المحلية وتزعم الشركة عادة أن استثمارها قد خلق عدة مئات من الوظائف إلا أن الكثير من الاقتصاديين قد توصلوا إلى أن مصنعا جديدا حديثا يستخدم مئتين من الأشخاص قد يسبب المدخرات المحلية التي تقرضها شركة أجنبية لإقامة مصنع كان يمكن استخدامها بطرق مختلفة تماما في خلق وظائف أكثر بكثير وعلى أي حال فإن الجهود لحل مشكلة البطالة بخلق الوظائف في مناطق مدينية مركزية هي جهود في غير موضعها ففي البلدان المتخلفة تملك الزراعة والورش الصغيرة اللامركزية الإمكانية الأكبر في امتصاص العمال ولقد نجحت الصين في تقليل نسبة قوتها العامل المتفرغة في وظائف الزراعية إلى نحو 54% مقابل ما بين 70% و85% في معظم البلدان المتخلفة وتحقق ذلك بتطوير المصانع والورش الصغيرة في أرجاء الريف لصناعة الأدوات الزراعية والسلع الاستهلاكية الأساسية كذلك يمثل السكان الريفيون لكن غير الزراعيين احتياطيا كبيرا من قوة العمل للزراع متاحا لمواجهة اختناقات العمل في الزراعة في قمة الموسم وهي الحجة الشائعة في عديد من البلاد للميكانة التي تبدد الموارد المالية القليلة وتحرم الناس من وظائف لا يوجد غيرها الخرافة الثالثة النمو السكاني عبء هائل على اقتصاديات العالم الثالث حيث إنه يعني ضرورة خلق وظائف جديدة بينما ما يتراوح بين 15% و30% من السكان هم بلا عمل فعلا وكثير ممن يسمون عاملين يعانون في الحقيقة من البطالة المقنعة والنتيجة هي اعداد متزايدة من الهامشيين شبه الجائعين يعيشون خارج الاقتصاد إن البحوث التي أجريناها من أجل هذا الكتاب ساعدتنا على فهم أن الهامشيين بين قوسين لم يولدوا كذلك ولم يسببهم النزوح الحتمي من أرض محدودة ولا القدرة المحدودة لاقتصاد ما على استيعاب العمال ففي إنجلترا في القرن السادس عشر واسكوتلندا في القرن التاسع عشر أدى تغيير في استخدام الأرض مباشرة إلى ظهور بشر أكثر مما يجب فقد قررت الأرستقراطية مالكة الأرض أن تربية الأغنام ستكون أكثر ربحا من الزراعة لكن الأغنام تحتاج إلى الكثير من الأرض والقليل من الرعاة وهكذا سييجة الأرض ومنع آلاف الفلاحين من دخولها ورأى عديد من المعلقين في العدد المتزايد من الصعاليك المعدمين دليلا مؤكدا على وجود بشر أكثر مما يجب وهي نظرة ساعدت على تحفيز الاستعمار فيما وراء البحار وبالطبع لم يوجد الازدحام السكاني إلا مرتبطا باقتصاد زراعي يقوم على رعي الأغنام فقد كان إجمالي عدد سكان إنجلترا في القرن السادس عشر أقل مما في أي واحدة من المدن العديدة في إنجلترا اليوم وبطريقة مماثلة خلقت القوى الاستعمارية أمثال أولئك الهامشيين باختزال نظم الزراعة الشديدة التنوع إلى زراعة المحصول الواحد الزراعة الأحادية التي يمكن منها جني أكبر ربح في الأسواق الأجنبية وكان تحويل بلدان بأسرها إلى مواقع إنتاج لمحصول واحد أو اثنين يعني أن البذر والحصاد لم يعد موزعا على طول السنة ومن ثم تحددت فرص العمل بدورة محصول أو محصولي التصدير الرئيسيين وهكذا ففي ظل اقتصاد كوبا الذي كان يعتمد أساسا على زراعة قصب السكر خلال الخمسينات كان نصف مليون عامل في القصب يستخدمون لشهور قليلة فقط كل عام خلال موسم حصاد القصب وفي الواقع فإن المزيد من تحول الزراعة الذي يجري اليوم في معظم البلدان المتخلفة يجعل الناس يبدون هامشيين فالزراعة التي كانت مصدر حياة الملايين من الزراعيين الذين يطعمون أنفسهم أصبحت أساس ربح المقاومين التجاريين ذوي النفوذ النخبة النخبة التقليدية مالكة الأرض والمضاربين الزراعيين الحضريين والشركات الأجنبية وهؤلاء المقاولون الزراعيون الجدد يستخدمون أرباحهم لزيادة ممتلكاتهم من الأراضي على حساب المزارع الصغير والمعدمين وكذلك لميكنة الإنتاج على حساب وظائف العمال وإليك بعض الأمثلة باكستان يذكر مسؤول بلجنة تخطيط باكستانية أن الميكنة الكاملة للمزارع ذات الخمسة والعشرين فدانا فأكثر يمكن أن تحل محل ما بين ستمائة ألف إلى سبعمائة ألف عامل خلال خمسة عشر عاما أمريكا اللاثينية كل جرار يزيح نحو ثلاثة عمال في تشيلي ونحو أربعمائة في كولومبيا وغواتيمالا ويقرر تقدير متحفظ أن مليوني عامل ونصفا قد أزيحوا فعليا بميكانة الجرارات في أمريكا اللاتينية الهند كان من المتوقع في البنجاب أنه بحلول ألف تسعمائة وثمانين سيختفي طلب على قوة العمل المأجورة في إنتاج المحاصيل الزراعية إن إزاحة الآلات للمستأجرين والعمال تعني محصولا أكبر للتسويق وربحا أكثر للزارع التجاري علاوة على التحرر من المشكلة الإدارية لقوة عمل كبيرة قليلة الأجر والاستعادة عن البشر بالماكينات في بلدان تملك موارد عمل ضخمة غير محدودة ليست لها بالطبع قيمة اجتماعية فالقيمة لا تعود سوى للمالك الفرد الذي يمكنه استخدام الآلات لجعل ربحه من كل عامل يبلغ الحد الأقصى إلا أنه مع استمرار هذه العملية فإن كل ما يراه المشاهد هو المزيد من البطالة ومن ثم يستنتج أن هناك بشرا أكثر مما يجب إن النجاح الاقتصادي لأمة من الأمم لا يعتمد على الموارد الطبيعية الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة في تحفيز شعبها وفي استخدام عمله والناس يبدون عقبة فقط في نوع معين من النظام الاقتصادي وهو النظام الذي لا يقاس فيه النجاح الاقتصادي برفاهية كل الناس والذي يتزايد فيه احتكار الانتاج من جانب قلة والذي تستخدم فيه التكنولوجيا لاستبعاد البشر من عملية الانتاج حتى يتم الوصول إلى الحد الأقصى لانتاج مالك الأرض من كل عامل فالناس لم يولدوا هامشيين من المؤكد أنه ليس مما يساعد شعوب العالم الثالث أن تكون لهم عائلات كبيرة أليس كذلك؟ ألا يزداد فقرهم وجوعهم كلما ازداد أطفالهم؟ هذان السؤالان يوحيان بأن الناس في البلدان المتخلفة يريدون العائلات الكبيرة نتيجة الجهل بمصالحهم لكننا وجدنا أن الأسباب التي تدفعهم إلى زيادة حجم عائلتهم تعكس عجزهم وبؤسهم وليس جهلهم فمعظم عائلات العالم الثالث ريفية وعادة ما يعتمد البقاء بالنسبة لهم على أن يكون لهم أطفال يكسبون طعاما أو دخلا إضافيا للعائلة ويتيحون تأميما أدنى للشيخوخة للآباء ففي سن الخامسة والأربعين يكون الناس في الدول المتخلفة عجائز ومستفيذين وبخدمات غدائية وطبية وصحية فقيرة أو غير موجودة يعرف الآباء جيدا أن أطفالهم يموتون عادة ويكون إنجاب أطفال إضافيين هو الطريقة الوحيدة لزيادة احتمال ما يكفي منهم قد لا يصدق من يعيشون منا في مجتمعات صناعية حضرية أن أي طفل يمكن أن يكسب أكثر مما يستهلك لكن الديمغرافيين حسبوا أن طفلا ريفيا في السن العاشرة أو حتى الثامنة يمكنه أن يجلب للعائلة ربحا صافيا من الغداء أو الدخل فالأطفال مثلا يرعون الحيوانات ويجلبون الماء والحطب والروثة ويشتلون الأرزة ويلتقطون بقايا الحصاد ويقطعون الأعشاب وقد رأينا كل ذلك في أبحاثنا الميدانية قد يرى أغلبنا أن هؤلاء الأطفال وبالتأكيد الأمهات اللائي يتحملن عبء الحمل والولادة مرات عديدة مستغلين لكن طالما يبقي النظام الاجتماعي العائلة المنعزلة كوحدة باعتبارها الأساس الوحيد للعمل المنتج والأمن فليس هناك كبير أمل في التغيير هذه هي الحالة بوضوح مع اعتبار أن اغتصاب الموارد من قبل القلة ذات النفوذ لا يترك لأغلبية العائلات سوى القليل من الأرض أو لا يترك لها شيئا على الإطلاق سوى الأعمال البائسة الأجر بالنسبة لكل واحدة من تلك العائلات يحدد عدد الأطفال عدد العمال التي يمكنها تشغيلهم لتكسب قوتها فإذا لم يكن لدى العائلة أرض أو كان لديها القليل منها فإن دخلها يعتمد على عدد الأطفال الذين يمكن استئجارهم كعمال في حقول الآخرين وإذا كانت العائلة تحيا على زراعة أرض عائلة غنية بالمحاصة فكلما زاد أطفالها زادت الأرض التي تحاول استئجارها لفلاحتها كذلك ترى العائلة الفقيرة التي تملك بعض الأرض من الأطفال ثروة وكما شرح فلاح هندي لباحث سكاني انظر حولك فما من أحد دون أبناء أو إخوة يساعدونه يفلح أرضه إنه يؤجرها لآخرين ذوي عائلات كبيرة دون أبناء لا يمكن الحياة على نتاج الأرض وكلما زاد أبناءك قل ما تحتاج إلى استئجاره من عمل وزاد التوفير الذي يمكن أن تحقيقه ولخص فلاح من شمال الهند الأمر بالطريقة الآتية الغني يستثمر في آلاته ولا بد أن نستثمر نحن في أطفالنا كذلك قد يحتاج الآباء إلى الكثير من الأطفال لأنهم ببساطة لا يملكون تأمينا بديلا ضد الشيخوخة وقد عبر ميلخا سينغ وهو فلاح من مانوبور إحدى قرى البنجاب عن الأمر بهذه الطريقة يقول أنت تعتقد أنني فقير لأن لدي أطفال كثيرين وضحك إذا لم يكن لدي أبنائي فالرب يعلم ماذا يمكن أن يحدث لي ولأمهم حين نكون أعجز من أن نعمل ونكسب في تلك المجتمعات لا يمكن لعائلة أن تتأكد من تلبية حاجتها من قوة عمل العائلة ومن الضمان ضد الشيخوخة بإنجاب مجرد ابن أو اثنين وطبقا لتقدير حاسبة إلكترونية يكون على زوجين هنديين أن ينجبا من الأطفال متوسطا يبلغ من 4 إلى 6 طفلا حتى يكون واثقين بنسبة 95% من الاحتمالات من بقاء ابن واحد على قيد الحياة حتى مع التسليم بحالة الحرمان التي يعيش فيها غالبية العائلات الريفية فإن مشكلة حجم العائلة ليست مشكلة بسيطة من قبيل كلما زاد كان أفضل فبالنسبة لكثير من الأمهات السيئات التغذية في أغلب الأحوال يفوق عبء حمل آخر وطفل آخر أي مكسب محتمل من الحصول على عمل إضافي في العائلة لكن كثيرا من النساء عاجزات عن اتخاذ قرارات الإنجاب ودون أي استقلال شخصي فإن من المستحيل عليهن حتى أن تسأل الواحدة منهن زوجها إن كان يسمح باستخدام موانع الحمل وفي دراسة لصندوق الأمم المتحدة للنشاط السكاني وجدت الباحثة الاجتماعية بيرديتا هيوستون أثناء حوارها مع نساء الريفيات في تونس والسودان وكينيا وسيرلانكا والمكسيك ومصر أن النساء لسن بحاجة إلى إقناعهن بإنجاب أطفال أقل ففي كل واحدة من الثقافات الست الشديدة الإختلاف كانت تسمع قرارا متنوعا لعبارة إنني مرهقة انظري إلي لست أكثر من حيوان يعمل في الحقول وينجب كل الأطفال لست أريد المزيد لكن زوجي يقول إنني لابد أن أنجب كل ما أستطيع إن خفض معدل المواليد ليست مسألة التغلب على الجهل فالفقراء يعرفون مصالحهم عادة ولا يمكن أن ينخفض معدل المواليد إلا إذا تغلب الفقراء على عجزهم بما في ذلك عجز النساء الخاص في مواجهة الرجال القنبلة السكانية بسبب طريقة التي ألقيت بها القنبلة السكانية في وعي الجمهور يعتقد أغلب الناس أن الفقراء يتضاعفون أسرع من أي وقت مضى وفي الحقيقة تعاني إحدى عشرة دولة متخلفة على الأقل من انخفاض أشد حدة في معدلات مواليد مما عانته أي واحدة من الدول التي هي الآن صناعية خلال نقلتها الديمغرافية للقرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هذا الاتجاه مضافا إلى المعدل المتناقس للنمو السكاني في بلدان صناعية معينة يعني أن الزيادة السنوية في سكان العالم قد انخفضت خلال السنوات القليلة الماضية ففي عام 1970 كان النمو في تعداد العالم أي زيادة المواليد على الوفيات سبعون مليوناً وفي عام 1977 ربما قارب 68.7 مليوناً وحين يضع المرء في اعتباره أن عدد البشر في سن الخصوبة ما زال يتزايد كل عام فإن هذا الانخفاض في الزيادة السنوية يشير إلى انخفاض ملحوظ في معدلات المواليد ويبدو أن معدل نمو سكان العالم قد بلغ أعلى حد له حوالي 1970 وبدأ في التراجع منذ ذلك الحين أما انخفاض معدل النمو السكاني في بلاد معينة فلا يبدو أنه يرتبط بمعدل نمو صافي الناتج القومي ولا حتى بمستوى دخل الفرد بل باتجاه نحو التوزيع المتكافئ للدخل والخدمات مثل الرعاية الصحية وحيثما تنخفض معدلات المواليد كما في سريلانكا وسنغافورة وهونج كونج وتايوان ومصر والأرجنتين وأوروغواي وكوستاريكا وكوبا نجد أن لدى الحكومات أو كان لديها من قبل بعض السياسات القومية التي تحبد مجموعات الدخل المنخفض بينما في البرازيل وفنزويلا والفليبين والمكسيك تتضاءل رفاهية مجموعات الدخل المنخفض ولا تقل معدلات المواليد بصورة ملحوظة ولا يبدو أن العوامل المسببة هي برامج تنظيم النسل بل انتقال الموارد باتجاه أفقر المجوعات إن الرفاهية لا تقاس بالدخل وحده إذ يبدو أن عوامل أخرى بجانب توزيع الدخل في ذاته تترابط مع انخفاض معدلات المواليد ويوضح هذا مثالان آسيويان لانخفاض معدلات المواليد ولاية كيرالا في الهند والصين ففي كيرالا تبين الإحصاءات أن السكان أفقر من كثير من الولايات الهندية الأخرى لكن هناك اختلافات سياسية واجتماعية حاسمة قد تساهم في انخفاض معدل مواليد كيرالا وقد لاحظ آلان بريج خبير التغذية بالبنك الدولي أن كيرالا من بين كل الولايات الهندية تملك أعلى معدل للقراءة والكتابة هي الولاية الوحيدة التي تتعلم فيها أغلبية النساء وأعلى استهلاك للفرض من الأطعم الهام غدائيا وأدنى معدل لوفيات الأطفال ومعدل وفيات أقل من معدل المملكة المتحدة أو ألمانيا الغربية وقد انخفض متوسط معدل المواليد الهندي من 41 إلى 37.2 لكل ألف شخص خلال العشرين سنة الماضية وبالمقابل انخفض معدل المواليد بكيرالا من 37 إلى 27 لكل ألف شخص خلال فترة عشر سنوات فقط أما الصين فلديها أشمل معالجة لتوفير ما يبدو أنه المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية لتحديد السكان فبعد التقاعد يحصل العمال على ما بين 50 و75% من أجورهم بينما تستمر معظم المكاسب الأخرى وبالأخص الرعاية الصحية وفي الريف تحفظ الكوميونة صندوق رفاهية لتزويد غير القادرين على العمل وفي كل من المدينة والريف تضمن مجموعة العمل الجماعية ألا ينخفض دخل أي عائلة عن حد أدنى معين وتشجع النساء على الانخراط في قوة العمل ويجري توفير إجازة أمومة حرة ودور حضانة مناسبة بالإضافة إلى ذلك سيتذكر القارئ من التعليقات السابقة للفلاحين الهنود أن العائلات التي تتنافس ضد غيرها من العائلات لا بد أن يكون لديها مددها الخاص من قوة العمل من أجل البقاء لكن حين تجري المشاركة في العمل والإنتاج خارج العائلة في إطار الملكية والعمل الجماعيين كما هو الحال في الصين فإن الحاجة إلى زيادة المرء لقوة عمل عائلته الخاصة تختفي والصين تبين قدرة الناس على تغيير معدل تناسلهم بسرعة مذهشة طالما تم التلبية احتياجات الضمان الأساسية فقد انخفض معدل موالد الصين بسرعة ربما كانت مسبوقة من 32 لكل ألف شخص عام 1970 إلى ما بين 20 و25 لكل ألف شخص بعد خمس سنوات أما بالنسبة لمن هم منا في الغرب الصناعي فقد يظل الناس في البلدان التي يحدث فيها انخفاضات حقيقية في معدلات المواليد يبدون فقراء بعضهم بدخل للفرد لا يتجاوز 200 دولار في السنة لكن في معظم هذه البلدان تتغير حياة الفقراء بطرق حاسمة فالدخل المناسب وضمان الشيخوخة وهي الاحتياجات التي كانت تجري تلبيتها من قبل عن طريق إنجاب الكثير من الأطفال قد بدأت تلبيتها بالإصلاح الإجتماعي والسياسي بحيازة أكثر ضمانا للأرض وبإمداد بالطعام أكثر ثقة وبرعاية صحية أفضل وبضمان للشيخوخة برامج تحديد النسل إن الشيء الضروري إذن هو إعادة بناء النظام الإجتماعي بما يزود كل الناس بالضمان المادي الأساسي بحيث يصبح تحديد النسل اختيارا معقولا ثم تأتي أهمية برامج تحديد النسل لتجعل إنجاب أطفال أقل اختيارا ممكن كذلك لكن برامج تحديد النسل التي تستهدف مجرد إغراق المناطق الريفية بموانع الحمل لن تجدي مطلقا وأكثر من ذلك فإنها تخاطر بإيقاع الضرر فعليا بالفقراء فبدون الإشراف المنتظم من جانب أفراد الرعاية الصحية المدربين يمكن أن تعاني النساء من ضرر فيزيائي وسايكولوجي وتؤكد التقارير من بنغلاديش أن الأعراض التي سببها الإمداد غير المنتظم بوسائل منع الحمل التي تأخذ عن طريق الفم والنزيف الناشئ عن اللولب قد سببت معاناة شخصية قاسية وأكثر من ذلك فإن العائلات تخاطر بخسارة قاسية في حالة عدم وجود رعاية صحية مطورة تقلل من معدلات وفيات الأطفال فبرامج التعقيم تصبح جزءا رئيسيا من برامج تحديد النسل في البلدان المتخلفة لكن إذا ظلت معدلات وفيات الأطفال مرتفعة فإن الآباء الذين يجري تعقيمهم يخاطرون بخسارة اقتصادية ضخمة إذا مات أطفالهم وهم لا يستطيعون إنجاب غيرهم هكذا لا يمكن أن تكون برامج تحديد النسل فعالة وتخدم مصالح الفقراء إلا عندما تكون متكاملة في إطار نظام للرعاية الصحية يقلل من معدلات وفيات الأطفال وتتضمن تربية لكل من الرجال والنساء ويكون مقرها القرية وتدرب أناسا من القرية التي سيخدمون فيها وتغطى تكاليفها وبذلك تصبح دائمة من خلال برنامج تأمين صحي مثلا وحين تكون جزءا من برنامج تربوي يصبح فيه الناس واعين بالمجموعات الاقتصادية التي تضع قيودا على حياتهم فبدون ذلك لا يستطيع الفقراء إقامة نظام فعال لحماية مصالحهم وهو الأمر الضروري جدا حين تحاول أعيان القرية تخريب جهودهم وتوضح برامج الصين الشاملة والناجحة لتحديد النسل أن نمو السكان السريع لا يعالج نفسه تلقائيا فور تلبية الشروط الإجتماعية كذلك توضح برامج الصين الكثير من السمات المذكورة من قبل والتي تحتاج إلى أن تتكامل في برامج فعالة حقا ومفيدة ففي الصين لا تقتصر أنشطة التخطيط السكاني على برامج تحديد نسل منفصلة بل إن أنشطة التخطيط السكاني مناقشة الأساس المنطقي للحد من المواليد ووسائل تحقيقه تتغلغل في المنظمات العديدة المتخلفة من النقابات إلى لجان الأحياء التي ينتمي إليها الجميع تقريبا وكجزء من نظام الصحة العامة الذي يتضمن المراكز الصحية للأحياء ووحدات تنظيم الأسرة المتنقلة تصل معلومات تحديد النسل وأدواته إلى كل مكان تقريبا والمراكز الصحية لا تكاد تغلق أبوابها أبدا ولا يديرها محترفون غرباء مترفعون بل سكان المحليون يظلون على اتصالهم بالعائلات كذلك فإن الصين مكتفية بذاتها في كل معدات منع الحمل وهذه المعدات مجانية ومتوفرة هكذا تخفض الصين بنجاح معدلات مواليدها بالاعتماد على شعور الناس الإيجابي بالمسؤولية التجاه الصالح العام وذلك ممكن لأن التغيرات الاقتصادية جعلت من مصلحة الناس فعليا أن يختاروا عائلات أصغر أما في بلدان أخرى مثل الهند حيث يذهب ربع ميزانية تنظيم الأسرة إلى الحوافز المادية فإن برامج تحديد النسل تستغل فقر الناس وتدعم الرغبات الفردية في نفس الوقت والدرس الهام في قصة نجاح الصين هو هذا حيث تشارك غالبية الناس في التنمية متخدين من القرارات في كيفية تلبية الموارد لاحتياجات المجموع باختصار حيث توجد سيطرة أكثر عدلا وتكافؤا على ثروة البلاد يكون من الأرجح أن يستجيب كل الناس لبرامج تحديد النسل لأن بإمكانهم أن يروا بأنفسهم حدود مواردهم إننا نؤيد بوضوح هدف إبطاء معدلات النمو السكاني وإقرار استقرار سكان العالم ولسنا نقلل من الحاجة إلى عمل إيجابي في وضع برامج تنظيم الأسرة طالما جرت تلبية الشروط الإجتماعية إلا أننا نقف بحزم ضد برامج تنظيم الأسرة التي تزعم تخفيف مشكلة الجوع لأنها تحمل رسالة أن الفقراء هم الملامون على جوعهم مخيفة الجذور الاقتصادية والسياسية الحقيقية لمعاناتهم ولأن البعض قد يسيء تفسير كلماتنا موحيا بأننا نغفل مشكلة النمو السكاني السريع فلابد أن نكون واضحين تماما فالكثافة السكانية والنمو السريع يمكن أن تكون مشكلات عويصة ولكن هذه المشكلات هي كما رأينا أعراض لعجز الكثيرين عن اختيار أطفال أقل كذلك فإن العوامل السكانية يمكن أن تعوق المهمات الصعبة في إعادة بناء الهياكل الاقتصادية والاجتماعية على النحو اللازم للقضاء على الجوع إلا أن الخطأ هو في تحويل مشكلة السكان وهي عرض إلى سبب الجوع وليس هذا لغوا لفظيا فالتوصل إلى حل مشكلة يعتمد كليا على قدرة المرء على تحديد أسبابها والسبب الجذري للجوع يرتبط بعلاقة الناس ببعضهم وبالسيطرة على الموارد الأساسية طالما ظل الناس يعتقدون أن الأسباب الرئيسية تكمن في أمور أخرى فسوف يتم إغفال هذا السبب الجذري وسيصير الناس أكثر جوعا في الحقيقة إن الاستمرار في التزايد بالمعدلات الراهنة سوف يقلل بالتأكيد من الرفاهية المستقبلة لنا جميعا هذا بديهي لكن هذه الحقيقة البديهية تضيف في رأينا إلحاحا أكبر على ضرورة التحديد الواضح للأسباب الجذرية للنمو السكاني السريع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر